هل في الوقت اللي عيشنا فيه إرهاباً هنا وهناك عناينا منه وربما عانت منه المنطقة كلها وما زالت يعني خفت شوية على هوية مصر يعني اللي خلاك تغني هذه الأغنية اللي مصر بالتأكيد عندك حب دائم ومتواصل نعم لحظنا كثيراً لكن في الأيام الأخيرة اللي وجهنا فيها إرهاباً عانت منه المنطقة لكن مصر بشكل خاص عانت بشكل أكبر يعني هل خفت على هوية مصر؟ خفنا على مصر ولكن لثيقتنا في قيادات مصر وشعب مصر ووعي هذا الشعب ومدى ثقافة الشعب ما كنا حاسين بخوف على مصر وإحنا العرب كلنا كنا نحس إنه إحنا خلف مصر في كل ما إحنا ومش ممكن نسيب مصر لوحدها في أي محنا ومصر دائماً قوية بذكر الله لها في كتابه قوية بشعبها قوية بعروبتها بأخوانها العرب وما في خوف إن شاء الله وما حسنا بخوف أبداً طيب، داي خليني على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر